بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطهر والعجز فهجر ولا يتمن تستكسر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناق فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير زرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهرهم صعودا إنهم فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو واحد للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مسلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ذنود ربك إلا هم وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نزيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نحوض مع الخائطين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعه شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حضر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صفف من منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنهم تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة كلا؟ شكرا